أقامت مدرسة تأهيل التربية الفكرية وفريق أصدقاء المعاقين التابع لهيئة الإعاقة بالتعاون مع قوة الإطفاء فعالية توعوية تحت عنوان السلامة من الحرائق والحوادث وسبل الوقاية منها والتي هدفت إلى زيادة قاعدة بيانات ذوي الإعاقة لدى قوة الإطفاء تنسيق وتعاون مشترك بين الإطفاء ومدارس التربية الخاصة هدفت إلى زيادة قاعدة بيانات ذوي الإعاقة لدى قوة الإطفاء للعمل على كيفية التعامل مع أي منزل يوجد به معاق إذا حدث حريقا بالتعاون مع قوة الإطفاء في تجميع معلومات عن كل ذوي الإحتياجات الخاصة لتكون عندنا معلومات كاملة عن قوة الإطفاء للتعامل معهم في المستقبل ننظم قاعدة بيانات لأبنائنا ذوي الإعاقة من خلال سهولة الوصول وين ساكن وأي دور وشنو نوع إعاقته إن شاء الله يربي الله يحفظهم إن شاء الله بالعكس نحن مهتمين بصحتهم السلامة من الحريق والحوادث وسبل الوقاية منها هي محاضرة توعوية شملت أيضا كيفية الطرق التي تتعامل فيها مع الأطفال من ذوي الإعاقة وقت حدوث الكوارث يعني ممكن يحط الابن أو ابنت أو شخص ذوي الاحتياجات الخاصة يحطه في الدور الأول هذا من الأخطاء أنه لما يتنزل ولا تبي تصاعده هذا خطر فلاجم يكون على الدور الأرضي وتكون هناك سهلة الحركة في خروجه في أثناء وقوع الكارثة كما تم التطرق إلى كيفية وضع خطة كاملة مع قاعدة بيانات شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة لكيفية التعامل معهم من قبل الإطفاء مروم حرم قناة الأخبار ترجمة نانسي قنقر